بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أيها الصائمون الكرام حياكم الله وبياكم على موعد جديد من برنامج جميل فرحة عند فطره هذا البرنامج الذي يبث الفرحة والسرور والبهجة لجميع الصائمين فيا له من شهر كريم مبارك أنعم الله علينا فيه لنكون من أصحاب هذا الشهر حتى نفوز بالأجر والثواب من الله تبارك وتعالى نحن اليوم على حلقة مباركة اسمها افرح بحسن الظن بربك افرح بأن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى خصصت هذا العنوان لأننا نعيش في أيام سبحان الله مولئت من الأحزان سبحان الله والهموم والمشاكل فقلت أن أجعل هذا الموضوع هو من حسن الظن بالله تعالى والتفاؤل يجب علينا أن نتفاؤل وأن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى قل لأن الدنيا خلص لأن الدنيا هي دار مقر والآخرة هي دار هي دار المستقر نعم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه فإذا ذكرني سبحان الله إذن فالإنسان لابد عليه أن يحسن الظن بربه ما هو حسن الظن؟ رح يسأني سائل يقول يا شيخ ما هو حسن الظن؟ كيف أنا أحسن الظن بالله تبارك وتعالى؟ أقول له كما قال الإمام النووي قال الإمام النووي حسن الظن هو أن تظن أن الله تبارك وتعالى يغفر لك ويرحمك سبحان الله هذا هو حسن الظن ليجب علينا أن نحسن الظن بالله تعالى أن الله تعالى سيغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويدخلنا الجنة مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقة نعم علينا أن نتفائل ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول عبد الله بن مسعود قسما بالله يقول قسما بالله ما ظن أحد بالله ظن إلا أعطاه ما يظن الله أكبر يقسم بالله عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول قسما بالله ما ظن أحد ظن بالله تبارك وتعالى إلا أعطاه ما يظن نحن حينما نظن رب العالمين خير والله رب العالمين نظن ولذلك سفيان الثوري وهو واقف على عرفات وأثنى ركبتيه وبدأ يبكي في عرفات يبكي يا سفيان لماذا تبكي؟ قال أسوأ الناس هنا في هذا الموقف هو الذي يظن أن الله لا يغفر له الله أكبر إذا كان في عرفات لا بد أن تتيقن أن الله تبارك وتعالى سيغفر لك الذنوب كذلك في شهر رمضان أقول لكم وتفائلوا خيرا أن الله تبارك وتعالى سيغفر لكم الذنوب إذا أنتم بشرط إذا أنتم جئتم إلى ربكم مقبلين مخلصين تائبين يجب عليكم أن تتفائلوا وتحسن الظن بالله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى إذن ما يسر واحد مباشرة يموت وهو يقول والله ما خلص أراح أدخل النار وعندي من السيئات والذنوب خلص لا بد عليك من اليوم من اليوم أن تبادر وأن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى ولذلك جاء أعرابي إلى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة حبر الأمة وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل أعرابي من البادية فقال له يا ابن عباس إلى أين إننا سنموت صح إلى أين قال إلى الله قال إذن نجونا ورب الكعبة الله فقال له ابن عباس ما هذه الثقة يعني أنت مباشرة خلص تموت وتقول خلص نجونا برب الكعبة فقال له الأعرابي قال له ما عرفنا الخير إلا منه أفنخشى لقاءه الله أكبر إحنا ما عرفنا الخير إلا من رب العالمين عليش خايفين من رب العالمين خلص هو الذي خلقنا فلابد علينا أن نحسن الظن ما أعظم فقط هذا الأعرابي بالله تبارك وتعالى الذي جاء مقبل الذي جاء مقبل وبكل سرور وبكل فرحة خلص بعد الموت سنلقى الرب سبحانه وتعالى وهو إن شاء الله تعالى سيغفر لنا الذنوب نعم هذا هو أملنا بالله تبارك وتعالى هكذا لكل إنسان عليه أن يكون في داخله وفي ضميره أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أحيانا قال العلماء ترقب فرجا وإن كنت لا ترى فرجا ترقب فرجا وإن كنت لا ترى فرجا فكم من سماء أمطرت بعد أن من تحتها يأسوا نعم الإنسان قد يأس ويضجر ويحزن وقد تذهب إلى إنسان هو لا يرحم أو قد يرحم ولكن ليس له بيده الأمر أقول لا لا ترح الإنسان خلص أغلق باب رب العالمين واذهب إلى باب أغلق باب الإنسان المخلوق واذهب إلى باب الخالق هو الله تبارك وتعالى أيها المشاهدون الكرام فاصل قصير فانتظرونا أيها المشاهدون الكرام حياكم والله وبياكم ما زلنا نحن مع حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى ولنا كثير حقيقة من الأمثلة ومن القصص في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة والتابعين سبحان الله لنا مثال في قصة هاجر أو هاجر عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما تركها زوجها إبراهيم عليه السلام في أرض مكة وأرض مكة هي صحراء في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إذن هو رب العالمي سماه واد غير ذي زرع يعني ما به خلص واد ليس به زرع ولا فيه أنس ولا أنيس وليس له هناك بشر سبحان الله تركها إبراهيم وجعل معها تمر ومعها ومع التمر ماء وتركها ومعها ولدها إسماعيل وهو طفل رضيع سبحان الله وإذا به قال لها أنا سأغادر خلص أنا سأعوفش خلص رح أطلع وإذا به تلحق بإبراهيم بزوجها تلحق تقول لها إبراهيم أتتركناها هنا لا أنس ولا أنيس لا بيوت لا ناس لا جيران خلص أنت تدردنا وتروح في هذه البقعة في هذا الوادي المظلم المخيف وإبراهيم لا يرد جوابا لها سبحان الله فقالت له يا إبراهيم تكرارا مرارا وتكرارا تركناها هنا خلاص تروح فقالت له يا إبراهيم الله أمرك بذلك نعم الله أمرني بذلك فقالت اسمع ماذا قالت قالت إذن لن يضيعنا الله ما أعظم هذه الثقة من هذه المرأة سبحان الله العظيمة التي تحسن الظن بالله الإنسان حينما حينما يكون في كربة ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى فلن يخيب الله له أملا ولا رجاء وكذلك لنا في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها حينما جاءها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال لها زملوني زملوني سبحان الله فقالت والله ما يخزيك قولتها المشهورة والله ما يخزيك كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف ما يخزيك الله أبدا أملها بالله حسن الظن بالله مطلوب أيها الإخوة والأخوات هناك رجل كان من أغنى الأغنياء وبعدها سبحان الله افتقر فقالت له زوجته ما أشد ما أشد احتقارا وبغضا من أهلك وأصحابك سبحان الله قال لماذا ولماذا ذلك قالت أتراهم إذا كنت غنيا لزموك كانوياك وإذا كنت وإذا افتقرت فقدوك ماذا قال لهم هذا من حسن الظن بالآخرين بالناس ماذا قال قال لها هذا والله من شيام طبعهم أنهم لا يأتوننا إلا ونحن في حال في حال نقدر على إكرامهم فسبحان الله كيف أنظر كيف بدل هذا القبيح إلى حسن سبحان الله إذن كثير من الناس زوجتك أخوك أختك تقول لك خلص شوف الناس عافوك الآن خلص عبا أنت كنت غني العالم في بيتك موجودين وتيجي عليك وتغدى وتتعشى سبحان الله وبعد ذلك من أمورك يعني هبطت خلص الناس تركتك إذن هذا كذلك كثير من الناس يحدث عندهم هذا فلا بد علينا أن نرد إلى مثل هؤلاء ونقول نعم هذا من إحسان الناس إلينا يأتون إذا إحنا كنا مستطيعين يأتون حياهم الله إذا لم نكن مستطيع لم نستطع فهذا هو شأنهم إذن فهذا هو الذي يعني يغير يغير القبيح إلى حسن كذلك علينا كثير مننا في مجالسنا وخاصة في شهر رمضان طبعا الكثير مننا حينما نجلس نبدأ نغتاب أحد نتكلم عن ناس سوء الظن بالآخرين هذا حقيقة لا يجوز إطلاقا لابد علينا أن نقلب الشر إلى الخير وأن نحسن الظن بالناس أحيانا الإنسان قد يصاب بمرض ولا يستطيع نقول خلاص شوف هذا تأخر عن الموعد وهذا كذا وكذا ونبدأ يشئن أول علي أقاويل وعناويل وإلى غيرها فلابد علينا أن نحسن الظن به كذلك الإنسان إذا واحد محتاج وأخذ منك أموال وأتأخر عليك سادات الدين نقول خلاص إذن هذا صار إيش هذا يأخذ أموال الناس بالباطل ونبدأ نتحدث به في الشارع سبحان الله إذن هذا كله لا يجوز لابد علينا أن نحسن الظن بالناس بالله رب العالمي أولا وكذلك بإخوتنا وبأخواتنا سبحان الله فحسن الظن مطلوب منا جميعا وأن نتفائل وأن نتفائل بأن الله تبارك وتعالى هو عظيم عظيم الكرم وعظيم الرحمة وعظيم المغفرة وخاصة ونحن في شهر رمضان المبارك الذي تنزل فيه البركات والخيرات والرحمات فيجب علينا ونسأله تعالى أن أن نكون من الذين يحسنون الظن بالله تبارك وتعالى فنسأل الله تعالى أن يفرج كربنا وأن يرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة